كبير يسود أوساط الشارع الموصلي من عملية التزوير خاصة في المناطق المتنازع عليها والخاضعة لسيطرة الإقليم مراقبون أكدوا استحالة حصول مثل هكذا عمليات خاصة مع الإجراءات الصارمة للمفوضية في تلك المناطق محمد الشبكي معه التفاصيل أيام معدودات تلك التي تفصل العراقيين والموصليين عن موعد الاستحقاق الانتخابي الذي جاء مبكرا قبل موعده بأشهر بينما مصير المناطق المتنازع عليها تشوبه الشكوك والتخوف من حدوث تزوير في الانتخابات لصالح جهات مسيطرة وخاصة الأحزاب الكردية بحسب المتحدثين نجد أن أغلب مناطقنا أو نصف المناطق موجودة تحت سيطرة الإقليم وهذا الموضوع طبعا سيؤثر على نزاحة الانتخابات الموجودة فيها باعتبار أن المنطق المسيطرة عليها من قبل القوات الأسايش من قبل قوات البيشمرق الموجودة هناك الموضوع سيختلف كثيرا هناك ضغط كبير على الجماهير أن يكونوا موجهين إلى باتجاه معين بالإضافة إلى المراكس الانتخابات الموجودة هناك تحت سيطرتهم لا يمكن إحداث أو إرسال موظفي الاختراع أو موظفي الكيانات للمراقبة الانتخابات وأبدى الشارع الموصلي تخوفه من حصول عمليات تزوير في الانتخابات النيابية المقبلة بالمناطق المتنازع عليها وخاصة في المخيمات والمناطق الخاضعة لسيطرة الإقليم بينما هو تابع لنينوى أو فرض إرادته على الناخبين هناك نحن سابقا طالبنا بأن تكون هذه الوحدات الإدارية هي تابعة لأقليم كردستان ولا ممكن الدخول بها دون الإقامة ولكن عند حصول الانتخابات تحسب على محابرة تنينوى وتضم ضمن دوائر محابرة تنينوى في حين أن يكون هناك إنصاف بهذا الموضوع موضوع الدوائر الانتخابية موضوع أعتبره شبه المؤامرة نعم موجود هناك تهديدات خلف الساتر بالذات خلف الساتر موجود تهديدات الحزب الموجود الحاكم في المنطقة هو الذي يهدد الناس بشتى الطرق من أجل الحصول على الأصوات لفرضه إلى جانبه صعوبات كبيرة تعترض قراءة الخارطة السياسية المقبلة في العراق فمع قانون الانتخابات الجديدة وإصرار الحكومة العراقية على نزاهة الانتخابات يترقب العراقيون ما ستأول إليه النتائج التي سيتضح معها مستقبل البلاد سياسيا واقتصاديا ورغم التطمينات من المفوضية واتخاذها كل الإجراءات اللازمة لحفظ أمن وسلامة العملية الانتخابية ولكن هناك تخوف من حدوث التزوير وفرض إرادات على الناخبين ضمن مناطق ما يسمى بالمتنازع عليها لقناة الرابعة محمد الشبكي الموصل